أسلوب التعجب أسلوب التعجب القياسي أكرم بقوم يزين القول فعلهم ما أقبح الخلف بين القول والعمل البيت الشعري السابق تضمن صيغة تعجب القياسي في اللغة العربية وهي أفعل به أكرم بقوم وما أفعل ما أقبح شروط التعجب بصيغتي ما أفعله وأفعل به أن يكون الفعل ثلاثية كقولنا أن يكون الفعل تاما غير ناقص كقولنا ولا يكون من أخوات كان أو كاد كقولنا أن يكون الفعل مثبتا غير منفي كقولنا أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم كقولنا أن يكون الفعل تاما تصرف غير جامد كقولنا أن يكون الفعل قابلا لتفاوت أي أن يصح الفعل للمفاضلة بالزيادة والنقصان ولا تكون كقولنا ألا يكون الوصف من الفعل على وزن أفعل للمذكر فعلاء للمؤنث ولا تكون كقولنا هيا نتعرف على صيغ التعجب الواردة فيما يلي ونتعرف على خصائص فعل التعجب التي تعلمناها أهوين بدنيا أهوين فعل أمر ثلاثي تام مثبت مبني للمعلوم تام التصرف قابل للتفاوت ما أحرى أحرى فعل ماض ثلاثي تام مثبت مبني للمعلوم تام التصرف قابل للتفاوت